اشتركوا في القناة امو هتعملوا السيس يلا بينا ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يارك بتكونوا بخير النهاردة بقى هنعمل حاجة جميلة قوي ونفيدة للكبار والصغيرين هنعمل زبدوء المانجا تيجوا نشوفوا المكونات يلا بينا معنا علبتين زبادي كباية لبن وعسل نحل على حسب الرغبة ومعنا منجا متقطعة تعالوا نشوف هنعمله ازاي اول حاجة هنجيب الخلاط وهننزل بالمنجا والمنجا ليها فواية كتير جدا اول حاجة بتحمي العين من الامراض وبتحسن وظايف المخ يعني مفيدة جدا للاطفال وبتحسن عملية الهضم وبتعزز من وظيفة الجهاز المناعي اللي مهمة جدا في الايام اللي جاية ان شاء الله بعد كده هننزل بعلبتين الزبادي والزبادي كمان ليه فواية كتير بيعالج عصر الهضم وبيحمل اسنان من التسوس وبيقوّل عزام فالزبادو هتبقى من الحاجات الجميلة اللي احنا ممكن نقدمها لولادنا ايام الدراسة وهم بيذكروا ندهالهم الصبح هتبقى مفيدة جدا ليهم وهننزل بعد كده بمعلقة العسل وده طبعا على حسب الرغبة وطبعا العسل كمان ليه فواية كتير جدا واهمها ان هو معالج للسعال وكمان بيعزز جهاز المناع واخر حاجة هننزل بيها اللبن واللبن طبعا ليه فواية كتيرة جدا للعزام والاسنان ومهدئ للأعصاب وهنضرب كل ده مع بعض تعالوا بقى نشوفهم بعد ما نقدمهم يارب وصفة النهاردة تكون عجباتكم الله زبدوه جميل او يا اصحابي طعموا جميل وكمان مغازي ومفيد شكرا ماما انتو كمان خلي مامتكم تعملوا لكم باي فكهة انتو بتحبوها ما تنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب اشوفكم في حلقة جديدة بحبكم اوي باي باي